أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تتع الكافرين والمنافكين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أذواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهد السبيل أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأذواجه أمهاتهم وولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاكهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاكا غنيدا ليسأل الصادقين أن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا ذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ ذاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتذنون بالله الذنونا هناك وطلي المؤمنون وذلدلوا ذلدالا شديدا وإذ يقول المنافكون والذين في قلوبهم برض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستعدن فريكم منهم النبي يقولون إن بيوتنا أورح وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سعلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يثيرا ولقد كانوا آهد الله من قبل لا يولون الأدبار فكان أهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعتمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوكين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشهة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلكوكم بألسنة حداد أشهة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحذاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحذاب يودوا لو أنهم بادون في الآراب يسألون أن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحذاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وسدق الله ورسوله وما ذادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما آهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجذي الله الصادقين بسدقهم ويعذب المنافكين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيذهم لم ينانوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله كويا عزيذا وأندل الذين ذاهروهم من أهل الكتاب من سياسيهم وقذف في قلوبهم الرؤب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورسكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تتعوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي كل أدواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا ودينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا نظيما يا نساء النبي من ياتمنكن بفاحشة مبينة يذا أفلها العذاب ذئفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنانها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخذان بالقول فيتمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى واقمنا السلاة وآتينا الذكاة وآتينا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتنا في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائبين والصائبات والحافذين فروجهم والحافذات والذاكرين الله كثيرا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا فضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعطي الله ورسوله فقد ذل ذلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك دوجك واتك الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى ذيد منها وطرا دوجنا كهان كي لا يكون على المؤمنين حرج في أذواج أضعيائهم في أذواج أضعيائهم إذا قضوا منهن وترا وكان أمر الله مفولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مكدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يسلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافكين ودع ذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكهتم المؤمنات ثم تلكتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهم لمن عدة تعتدونها فمطعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أذواجك التي آتيت وجوعهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات أماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي حاجرنا معك وامراتا مؤمنة إن وحبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أذواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتوبي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن أدلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعض ولا أن تبدل بهن من أذواج ولو عجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير نادرين إلا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن أمتاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أذواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لانهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم أذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بحتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأذواجك وبناتك ونساء المؤمنين يذنين عليهن من جنابي بهن ذلك أذنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله وفورا رحيما لإن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرئنك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين عينما سقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يذريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نسيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أتعنا الله وأتعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأذلون السبيلا يا ربنا آتهم ذعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرعه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويوفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاذ فوضا رظيما إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين أن يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافكين والمنافكات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله وفورا رحيما